بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب كيف تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنة الله أمرنا وأمر كل واحد منا يعني أرجو أن تعتبر هذه الآية التي سأتلوها الآن نداءا شخصيا لك أنت بالذات يجب أن تعتبر أن الله يخاطبك أنت لا يخاطب أناس آخرين هذا القرآن أنزل لي ولك ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها خطاب مباشر لنا فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه ذر أترك ابتعد عن هؤلاء الذين يحاولون تشويه أسماء الله عز وجل يقولون إن الله يمكر الله يضل الله هو الذي أضل البشر يمكر بهم يحرفون معاني القرآن يلحدون في أسمائه يميلون نحو الباطل يحرفون معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الله عز وجل أخي الحبيب لا يمكر بالمؤمنين هو يمكر بمن الذي يريد أن يخدعك ويتآمر عليك لأنك تقول لا إله إلا الله هذا الذي يمكر الله به ليبطل مكره لأن الله يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لا تحسب أنك تستطيع أن تخدع الله لا تظن نفسك أنك تستطيع أن تخدع عباد الله وتضحك عليهم والله موجود معنى يمكرون ويمكر الله أي أنهم يمكرون يرسمون الخطط ليشوه هذا الدين الحنيف انظر إلى الحرب اليوم على الإسلام يشوه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يشوه آيات القرآن هؤلاء ابتعد عنهم لأن الله يمكر بهم يرسم لهم الله عز وجل يرسم لهم خطة محكمة ليقعوا في شر أعمالهم وينجي الله الذين اتقوا ذلك الرجل الذي آمن من آل فرعون وكان يخفي إيمانه عندما تآمروا عليه ومكروا به ماذا قال الله تعالى؟ قال على لسان هذا المؤمن وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هو دعا الله باسم من أسمائه الحسنى بصير يعني يا رب أنا لا أبصر من يمكر بي يتآمر علي ليتخلص مني ليضرني ليسحرني ليضيق علي رزقي والأرزاق بيد الله ليفعل أشياء قد تؤذيني أنت بصير وأفوض أمري إلى الله استسلم أمام الله عز وجل إن الله بصير بالعباد عندما دع الله باسم من أسمائه وهو البصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يعني الله يبصر هؤلاء أنا لا أبصرهم هو يعلمهم ويبصرهم ماذا كانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذب وقاه الله هذه السيئات كيف وقاه أنه رسم له خطة لينجيه من الشر فقط هذا هو مكر الله لا تحسب أن الله يمكر بالمؤمن الملحد ماذا يقول إن الله يمكر بالمؤمنين ليدخلهم نار جهنم هل هذا يتفق مع آيات القرآن اقرأ الآية من أولها اقرأ النص من أوله تجد أن الله دائما يمكر بالذين يمكرون يخدع الذين يخدعون وخداع الله ليس فيه شر فيه خير للمؤمن مكر الله فيه خير لي تماما إذا أراد إنسان أن يؤذيك وجاء من رسم لك خطة ليخلصك من أذى هذا الشرير طيب هل هذا خداع هل هذا شيء سيء أم هو شيء جيد إذن أدعو الله بأسمائه الحسنى أنا اليوم سأعطيك وصفة مجربة للظروف الشديدة أخي الحبيب طيب أنا أريد أن أقول يا الله أو أريد أن أقول الله لأن الله أمرنا قل قل الله قل الله يعني أمر في القرآن فبكم مرة أقول الله 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 هناك رقم في القرآن رقم جميل جدا هو عدد مرات ذكر اسم الله في القرآن يعني اسم الله في القرآن ذكر أو تكرر 2699 مرة وهو عدد أول لا ينقسم إلا على نفسه وعلى واحد لأن الله واحد أحد الأحبة جرب هذا الاسم والقضية قضية هنا اجتهادية أيها الأحبة ليس فيها مرجع لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا مفتوحة قضية مفتوحة أمامك اجتهادية جرب هذا الاسم 2699 مرة وأخبرني أنه وهو أحد المعالجين بالقرآن أخبرني أنه يحصل على نتائج مذهلة فيما يتعلق بالشفاء من الأمراض العضوية إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ما معنى أحصاها يعني أن تتبع هذه الأسماء في القرآن وأن تدعو الله بها ليس مجرد أن تعد يعني لا فاسم الله ذكر إذن 2699 مرة تستطيع أن تذكر اسم الله بهذا العدد وتجرب والشفاء بيد الله عز وجل والفرج بيد الله طيب أنا لدي اسم الله هو أول اسم ذكر في القرآن لدينا أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إذن أول اسم لله في القرآن هو الله الاسم الثاني هو الرحمن الاسم الثالث هو الرحيم نبدأ بهذه الأسماء كم مرة ذكر اسم الرحمن في القرآن 57 مرة الرحيم 114 مرة الضعف و114 يعني عدد سور القرآن الكريم سبحان الله يعني تناغم عجيب اسم الرحيم كصفة لله أو كاسم لله ذكر 114 مرة في القرآن فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن والله قال لي قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فقلت مثلا يا رحمن 57 مرة يا رحيم 114 مرة طيب هذا أسلوب مجرب كما قلت لكم والقضية مفتوحة للاجتهاد يعني النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب الاجتهاد في هذا المجال والقرآن أيضا فتح لنا باب الاجتهاد يعني الله عز وجل عندما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله لم يقل اذكروا الله مئة مرة أو سبعين مرة أو مئتين مرة ذكرا كثيرا كثيرا هنا تستغرق ما تستطيعوا مئة مئتين ألف ألفين مليون ذكرا كثيرا القضية مفتوحة أمامك فكما قلت لكم هذه قضية اجتهادية يمكن أن يجربها البعض ويأخذ نتائج وكما قلت لكم هذه وصفة مجربة في ما يتعلق بالعلاج بالقرآن الكريم وأعطت نتائج رائعة جدا والذي يستجيب هو الله الأهم من الرقم والأهم من الدعاء الثقة بالله أخي الحبيب لأن لأنك عندما تقول الله أو يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم يجب أن يكون لديك ثقة مطلقة برحمة الله فتفقد كل هم وتفقد كل يأس وينفض عنك كل إحساس باليأس أو الاكتئاب أو الحزن فتفرح برحمة الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مجمع طيب اسم الشكور أربع مرات والغفور واحد وتسعين مرة ذكر في القرآن طيب هذا لعلاج الحزن لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في آية أخرى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور غفور واحد وتسعين مرة شكور أربع مرات جرب أن تدعو الله باسمه الغفور واحد وتسعين مرة وهذه الأرقام مثبتة في القرآن يستطيع أي إنسان إن يتتبع اسم الله الحسنى في القرآن ليجد أن اسم الغفور تكرر واحد وتسعين مرة في القرآن فأدعو الله باسمه الغفور واحد وتسعين مرة وباسمه الشكور أربع مرات فقط ذكر في القرآن اسم الشكور أربع مرات طيب في حالة أنك تشعر بالانهيار تشعر بأحد يريد أن يؤذيك تخاف في حالة الخوف تخافنا المرض تخافنا المستقبل أدعو الله باسمه اللطيف سبع مرات لأن اللطيف ذكر في القرآن سبع مرات وهذه الأرقام ليست عبثا أيها الأحبة يعني الله عندما وضع اسمه الكريم في القرآن اللطيف سبع مرات الشكور أربع مرات الغفور واحد وتسعين الرحمن سبع وخمسين الرحيم 114 وهناك مرة صفة للنبي بالمؤمنة رؤوف الرحيم هذه لم تحسب لأنها صفة للنبي صلى الله عليه وسلم باسم الرؤوف عشر مرات في حالة الخوف تدعو الله باسمه اللطيف والرؤوف هذا الأمر أحبتي في الله في حالة الخوف يمكن أن ينزل الله عليك سكينة من الأمان يغلفك بغلاف من الأمان والإحساس بالأمن أيضا في حالة الخوفك من لقاء أحد تتذكر أن الله هو ذو العرش قل مثلا ياذا العرش أربع مرات لأنها ذكرت في القرآن عبارة ذو العرش أربع مرات ياذا العرش ياذا العرش أربع مرات ياذا الجلال والإكرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظ بياذا الجلال والإكرام يعني كررها ياذا الجلال والإكرام والقضية مفتوحة هي يعني هنا تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام وفي سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مرتين ولكن أنت القضية مفتوحة ألظ بياذا الجلال والإكرام إذن أخي الحبيب هذا الفيديو هذا المقطع هو تذكير لك أن تتذكر أسماء الله هناك من الناس من لا يقول ياذا الجلال ولا يعرفها لا يعرف أن الله له اسم هو الشكور أحد أسمائه الحسنى أنه ذكر أربع مرات في القرآن لا يعلم أن هناك اسم اسمه ذو العرش مثلا حتى يدعو ويقول يا ذا العرش يعني يا رب أنت القوي أنت عرشك أحاط بالكون فلا تتركني وحيدا في هذه الدنيا يا ذا العرش إذن أخي الحبيب لا أريد أن أطيل عليك لأن قضية الأسماء الحسنى مفتوحة و 99 اسم أدعو الله وأكثر يعني أحسست أن أحد يمكر بك أدعو الله باسمه البصير إن الله بصير بالعباد وكررها سبع مرات ألف مرة لا مشكلة المهم كلما ذكرت الله أكثر أخذت حسنات أكثر وتقربت من الله أكثر وطبقت الآية الكريمة ذكرا كثيرة يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرة والله يحب العبد اللحوح في الدعاء يحب العبد الذي يلتج إليه لذلك يصيبنا بالبلاء بالأمراض بمشاكل بضيق في الرزق أو في النفس أو في الصدر لأن الله يحب أن يسمع صوت عبده الملحد يتركه الله وشان لذلك تجد ملحدين اليوم منعامون رفاهية اختراعات تكنولوجيا أموال تفتح الدنيا لهم كما فتحت لقارون ولكن فجأة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يأتيهم الموج تفجأة واليأس يخيم عليهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحريصين على الدعاء بأسماء الله الحسنى وكما قلت لك أخي الحبيب راجع أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين أسم وأدعو الله بها كل أسم يناسب حالة معينة كما قلت لك في حالة أنك تشعر بالظلم والاضطهاد وتحتاج للرحمة أدعو الله باسمه الرحيم 114 مرة تشعر بالتخاف من شر حادث من حرب من زلزال أدعو الله باسمه اللطيف سبع مرات وهكذا نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق